اخبار اليوم مع مدرية امن جنوب سيناء والقوات المسلحة بشن حملة مكبرة استهدفت هذه الزراعات وتمكنت من ضبط 11 مزرعة لنبات القن بالمخدر بمساحة اكثر من 6 افدنا وتم اقتلاع الزراعات وحرقها كما تم ضبط احد المتهمين وبحوزته 250 كيلو جرام من مخدر البنجو بقصد الاتجار كما تمكنت الادارة من ضبط عاطلين حال تواجدهما بطريق الاسكندرية القاهرة الصحراوي وبحوزتهما 1025 طربة لمخدر الحشيش واقر بحيازتهما هذه الكمية من المخدرات بقصد الاتجار كما عثر معهما على مبلغ مالي من حصيلة البيع مباحي الشرطة موانئ ضمياط احبطت محاولة لاحدى شركات الاستراد والتصدير لتهريب 135 قطعة اسارية خارج البلاد داخل حاوية تحتوي على موبيليات خشبية متنوعة القطع الاثارية ترجع الى النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي وتخص الاسرة العلوية وعبارة عن مجغولات خزافية وبرويز خشبية وتخضع لقانون حماية الاثار نهر النيل خط احمر وازالة التعديات عليه نهج حكومي دون استثناء لأحد لذلك قامت مدريات امن الدقاهلية بحملة لتنفيذ القرارات الصادرة من رئاسة مركز مدينة المنصورة والمتمثلة في ازالة بلتين بمساحة اربعة الاف متر وحمام سباحة وردم مجرى نهر النيل بقفر البرامون وتم تنفيذ هذه القرارات دون حدوث ما يخل بالامن كما لقى التنفيذ استحسان المواطنين حملات امنية لمدرية امن اسوط لضبط تجار وحائز الاسلحة النارية غير المرخصة حققت عددا من النتائج الايجابية وفي مقدمتها ضبط تسع عشرة قطعة سلاح ناري منها رشاش آلي كما تم ضبط سلاس قضايا مخدرات قامت مدرية امن مطروح بحملات مرورية مقبرة لضبط المخالفات المرورية المتنوعة والزام السائقين بتعليمات المرور واصفرت عن ضبط سلاس مائة وتسعين مخالفة مرورية متنوعة